أعلنت مدرية الصحة بمحافظة سهاج انتهاءها من تطعيم ما يقرب من المليون ونصف المليون مواطن بلقاح كورونا من خلال 79 مركزا ثابتا بمختلف مراكز محافظة سهاج وقال مدير الإدارة الصحية بسهاج مايكل وديد إن عمل التطعيم مستمرة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة التي تجوب مدن وقرى المحافظة وأن عمل التطعيم تتم وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا نحن هنا في محافظة سهاج طعامنا حوالي مليون ونصف شخص المبادرة بدت من يوم 4-3-2021 طعامنا الغايد دلوقتي بدنا كمان تطعيم الأطفال اللي هو دون الثمانتاشر من يوم عشر اتناشر طعامنا عشر تلف وستمائة حالة الغايد دلوقتي أطفال عندنا 79 فريق ثابت في المحافظة سواء في وحدات صحية سواء في مستشفيات سواء في مراكز شباب عندنا عشرات الفرق المتنقلة اللي هي بتغطي كل حاجة بتغطي قرى بتغطي تجمعات موظفين بتغطي نوادي أغلبية الطعوم متوفرة كل الطعوم متوفرة عندنا هنا في المحافظة باستمرار ترجمة نانسي قنقر